أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تلالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قل للطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله كذبا بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا قل الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون سبيل الله من آمن ترونها أعفجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون بآيات تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا بآت مسلمون وأتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم آداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقوتم على شفا خفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهونان المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيد وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فالوق العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون إلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السمابات وما في الأرض وإلى الله ترجعوا الأمور وأنتم خير أمة أخرجت ذا أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضلوكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يغلوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أيما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغدب من الله وغربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يغفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقه ذلك بما عصا وكانوا يعتدون ليسوا سباء من أهل الكتاب أمة القائمة يطلون آيات الله عناء الليل فهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين فما يفعلوا من خير فلن يقفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك صحاب لا لهم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم وظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين لا تتخي يا أيها الذين آمنوا لا تتخيوا بطارة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عائدتم قد بدت المرضاء من أفضاههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك حبونه ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أدوا عليكم الأنامن من الغيز قل موتوا بغيزكم إن الله عليهم بذات الصدور إن تمسسكم حسرة تسؤهم وإن تصبكم سيئات يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غضوت من أهلك تبذئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكما تفشنا والله وليهما وعلى الله فليترك للمؤمنون ولقد نسلكم الله ببغر وانتم أزله واتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدتكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة معزلين ملا إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمدتكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نسر إلا من عند الله العزيز العكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يطوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماء ذات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أضعافا مبافدا والطواء لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت الكافرين واتقوا الله ذا الرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجلة الأرض والسمادات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيذا ولا فينا عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فعيدا وظلموا آفسهم وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجلاتهم تجري من تحتها الأنهار الخالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم صنع فسيروا في الأرض فأذروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيار للناس فهدى وموعدة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا آتم الآلون إن كنتم مؤمنين إن تنمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام ندعب لها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أما حسبتما تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جادوا منكم ويعلم الصابرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أما حسبتما تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جادوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما دعوا قدل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثباب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثباب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي القاتل معه ربيون كثير وما فهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا وربنا اغفل لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وعشرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثباب الدنيا وحسن ثباب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتمقلبوا خاسرين ولله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا بغما أشركوا بالله ما لم ينظل به سوقنا ومأباهم النار وبئس مثل الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في العمر فعصيتم من بعد ما أراكم ما تعبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غمًا بغمٍ لكي لا تحزنوا على ما فأتكم ولا ما أصابكم والله خبيرٌ بما تعملون ثم أغسل عليكم من بعد الغم أمرة المعاصية عشاء طائفةً منكم وطائفةً وقد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق وأن الله ليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قد الله هنا قل لو كنتوا في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل مداجع عليهم القتل إلى مداجعهم وليبدلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليمٌ بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى اليمان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عف الله عنهم إن الله غفورٌ حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزل أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسردا في قلوبهم والله يحيي فيميت والله بما تعملون بصير ولئن مدتم أو ولئن قدلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرةٌ من الله ورحمةٌ خيرٌ مما يجمعون ولئن مدتم أو قلتم لإلى الله تعشرون فبما رحمةٍ من الله لينت لهم ولو كنت فضى غليد القلب لنفضوا من حولك فاعف عنه واستغفر له وشافرهم في الأمر فإذا أزم فإذا أزمت وتذكر على الله إن الله يحب المتذكرين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن هو الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليترك للمتذكرون وما كان لنبينا أن نغلهم أن نغلوا ليأتي بما غل يوم اليوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كثبت لهم لا يظلمون أفمن اتبع ردوان الله كمن باء بص بسخة من الله ومأباه جهنم وبئس المصير درجات عند الله والله مصير لما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياده ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا مقبلون في ظلال مبين أولما أصابتم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم الضغل معاني فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أبد فقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان يقولون بأفراههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون الذين قالوا لإخوارهم وقادوا لو أطاعون ما قدلوا قل فضروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قدلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرقين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم اللا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأما الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الذكيل فانطلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رذبان الله والله فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخفف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنه لن يضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حوا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشترضوا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أعطم عليه عدى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم عن الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتدقوا فلكم عجر عظيم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آبَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَغْلِهِ هِوَا خَيْدًا لَهُمْ بَلْهُ وَشَرُّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَا خَبِيرٌ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقين ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأمياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهم نار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قضلتموه من كنتم الصادقين وإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بلا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومنزحوا الزيحة عن النار فأدخل الجنة فقد فاز وما لحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلبون في أموالكم ولتبلبون في أموالكم وافزكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ذاً كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عازم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بماءة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكروا الله قياماً وقوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق بهذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا آمنادياً ينادي للإيمان ينامنوا بربكم فآمنا ربنا فوفلنا ظلمنا وكفر عنا سيئاتنا فتوفنا مع الأبرار ربنا فاتنا ما فاتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيه عمل عامل منكم من ذكر أو غوفا بعدكم من بعض وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِ وَأُوُذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتُلُوا لَوْكَ فِيَنَّا عَنُهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَوْا دُخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْدِي مِنْ تَحَتِهَا الْأَنْهَارِ فوابا من عند الله والله عنده حسن استفاب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأبآهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الحالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لما يؤمن بالله وما أُعزل إليكم وما أُعزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله خمانا قليلا أولئك له مجرم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا وآمنوا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما لجانا كثيرا ونساء وضطه الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رطيبا وآتوا اليتاما موالهم ولا تتبدأ الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى موالكم إنه كان خوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تخصدوا في اليتاما فالجهوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاثة فروبا وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أغمى ملكة إيمانكم ذلك أذنى أن لا تأولوا وآتوا النساء صدقاتهم نحلة فإن أطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا توتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آرستم منهم رشدا فاذفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن نكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك البالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك البالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروبا وإذا حضر القسمة أولو القرمى واليتاما والمساكن فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية نضعة فنخافوا عليهم وليتغوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون وليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسلونا سغيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حذ الأوثيين فإن كل نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبغيه لكل واحدا منهما السدس مما ترك إن كان له بلد فإن لم يكن له بلد وظرفه أبغاه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس بعد ما من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان آليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم بلد فإن كان لهم بلد فلكم الربوع مما تركنا من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس بعد وصية يوصي بها أو دين فإن كان لكم ولد فلهم نصفون مما تركوا من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو مرات وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس بعد وصية يوصى بها أو دين غير مداد وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجريم وتعتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفرز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله آذاب مهين والتي يأتين الفاهية من لسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فانسكوهما في البيوت عتى يتوفاهم الموت ويجعل الله لهم سبيلا والذان يأتينها منكم فاعذوهما فإن تاباب أصلحا فآلبوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبوا الله فأولئك يتوبوا الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا أحد راحتكم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعددنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ترث النساء كرها ولا تعجلوهما لتذهبوا ببعد ما آتيتموهما إلا أن يأتين بفاهشة مبينة وعاشروهما بالمعروف فإن كريهتموهما فأساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أرستم تبدال الزوج مكان الزوج وعطيتم أحداهما قيضانا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد فضى بعدكم إلى بعد واخذن منكم نيثاقا غليدا ولا تنجحوا ما ذكع آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا علمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخذاتكم وعماتكم وحالاتكم وبنات الأخي وما وبنات الأخذ وأمهاتكم التي أرضانكم وأمهاتكم التي أرضانكم وأخذاتكم من الرضاعات وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل وابنائكم والذين من أصلابكم وعن تدمعوا بين الأخذين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر